اشتركوا في القناة شايف قدامه اخرت الحلم او الفكرة اللي نفسه حققها سواء نفسك تبني شركة او مطعم او بتحلم بوظيفة او مركز او الفرياضة انت بتحبها وده السبب اللي بيخلي 95% مننا يستسلم وما ياخدش اول خطوة ويقبل بشغل هو بيكرهه لحدا ما يطلع معايش وبالطريقة دي هو اقنع نفسه ان الحلم او الفكرة اللي بيحلم بيها مستحيل تتحقق لانه شايفها كبيرة عليه اي حلم او فكرة بتبدأ دايما بخطوة صغيرة مش شرط تبدأ كبير بالعكس لما تبدأ صغير وتبدأ بأول خطوة هتتعلم طول الطريق وهتخسر وهتفشل وترجع تقوم وتكمل بس يوم ما هتوصل للخطوة الكبيرة هتكون مريت بمراحل وخطرة ونجاح وفشل ونجاح تالي بس اللي انت ما تعرفوش ان كل واحد وصل ونجاح ما بدأش على طول بالحلم الكبير بس اهم حاجة انك تبدأ النهاردة قبل بكرة ولو حتى بمشروع صغير زي دا بس طول ما انت بتسعى ربنا هيساعدك ويقويك لان بدون مخاطرة انت اصلا مش عايش انت بس طول ما 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 انت بس